السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نكمل كتاب التلميذ ندخل في درس التمثيل بالمصورات طبعاً التمثيل بالمصورات هو رسم بياني يستخدم الصور لتمثيل الكميات مثلاً عندنا المفتاح هنا إذا شخص كامل هو عبارة عن أسرتين إذا نص شخص عبارة عن أسرة فهذه عبارة عن أسرة هذا شخص كامل عبارة عن أسرتين فالآن نقول في أي يوم زار حديقة الحيوانات أقل عدد من الأسر طبعاً في يوم ماذا؟ في يوم الأحد فنكتب هنا يوم الأحد ما السبب في ذلك؟ لأنه أول يوم عمل في الأسبوع ما اليوم الذي زار فيه أكبر عدد من العائلات؟ طبعاً في يوم ماذا؟ في يوم السبت في يوم السبت عن أسرتين 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 عبارة عن ست أسر ف15 ناقص ستة يعطينا كم؟ يعطينا تسع أسر تسع أسر الآن نقوم بحل السؤال دال هل يمكنك أن توضح بعض الأسباب لهذا الفرق في عيد الأسر التي زارت الحديقة في هذين اليومين؟ طبعاً لأن السبت هو يوم العطلة الإسبوعية ويوم الأربعاء هو يوم دوام رسمي ما العدد الإجمالي للأسر الزائرين خلال الإسبوع؟ طبعاً عندنا هنا أقلنا ستة هنا أقلنا خمستعش هنا أيضاً ستة وهنا أربعة هنا ثلاثة وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر عداش تناش ثلاثة هنا ثلاثة فنقوم بالقامة 15 زائد 13 زائد 6 زائد 6 زائد 4 زائد ثلاثة يعطينا كم؟ يعطينا خمسة وخمسين أسرة خمسة وخمسين أسرة إذا تضاعفت عدد الأسرة التي زارت الحديقة في الأسبوع التالي فما العدد؟ فنسوه 55 زائد 55 يعطينا 110 أسر صمم تمثيل بياني طبعاً هنا يقوم الطالب بتصميم الآن ننتقل في حل هذا السؤال يوضح التمثيل التالي بالصور عدد ساعات احتجاب الشمس بالغيوم خلال ثلاث أيام يوم الاثنين ويوم الثلاثة ويوم الأربعاء ما مجموع عدد الساعات احتجاب بالغيوم خلال ثلاث أيام طبعاً أول شيء لازم الطالب يسويه في المفتاح طبعاً الشمس كاملة هي عبارة عن ساعة واحدة هي عبارة عن ساعة واحدة فهذه عبارة عن أربع ساعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع عبارة عن سبع ساعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع ثمانية ساعة عشرة عبارة عن عشر ساعات فعندنا هنا كم عدد ساعات احتجاب الشمس بالغيوم خلال يوم الاثنين والثلاثة فعندنا واحد وعشرين عفوا هنا عندنا سبعة زايد أربعة عندنا 11 ساعة عندنا 11 ساعة ما فرق حلد الساعات يوم الاربعة والاثنين عندنا يوم الاربعة عشرة ويوم الاثنين اربعة فعشرة ناقص اربعة يعطينا ست ساعات يعطينا كم؟ ست ساعات هنا مكتوب لنا ما مجموع حلد الساعات المجموع حلد الساعات واحد وعشرين ساعة واحد وعشرين ساعة يوضح التمثيل التالي بنفس المعلومات الواردة علىها اكتب المفتاح طبعا المفتاح لهذه مدام هنا لدينا نص فنكتب المفتاح نكتب المفتاح يساوي ساعتان بدلا من ساعة واحدة بدلا من ساعة واحدة الآن ننتقل في حل السؤال اللي بعده عندنا هنا استطلع تحديقة الحيوانات رأي زوارها حول الحشرات المفضلة وهذا ما توصلوا لي ما الحشر المفضلة اكتر زوار الحديقة كم عيد الاشخاص الذين يفضلونها طبعا عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة فنكتب تسعة ما الحشر الاقل تفضيلا للزوار طبعا عندنا هنا الحلزون فنكتب الحلزون إذا كان من الممكن إضافة قفصين إضافيين للحشرة في الحديقة فأي حشرتين ستكتب طبعا مثلا نكتب هنا الحلزون والدود لأنهم الأقل تفضيلا ما عاد زوار الذين شاركوا في الاستبيان طبعا عندنا هنا تسعة واحد اثنين ثلاثة هنا ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا أربعة وهنا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وهنا سبعة فتسعة زايد سبعة زايد أربعة زايد واحد زايد ثلاثة تقريبا يعطينا ستة وعشرين شخص ستة وعشرين شخص استطاع عندنا هنا استطلع صاحب المطعم رأي بعض الزبائم بنكهات المثلجات 12 زبولا يفضلون الفانيلا فعندنا هنا صمم تمثيلا بيانيا لان نقوم بتصميم في صفحة اخرى عندنا التصميم يكون بهذه الطريقة طبعا عندنا مثلا انسان بهذه الطريقة عندنا هنا قالونا 12 يفضلون الفانيلا فأول شيء نقوم بوضع ماذا 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 13 14 15 طبعا الى 17 فعندنا هنا ماذا بانيلا 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 الى 12 فهذه الاسكريم اسكريم بانيلا الى ماذا الى 12 عندنا الذين يفضلون عادي الفضلون نكهة الشوكولاتة يزيد عن المحبي نكهة البانيلا بثلاثة فعندنا هنا الشوكولاتة عندنا نفس البانيلا بالضبط 12 ولكن زاد بثلاثة يعني تقريبا كم هنا عندنا عندنا 15 ايضا عندنا 6 يفضلون الفارولة فنكتب هنا الفارولة يفضلونه 1 2 4 5 6 وعندنا الليمون الليمون عفوان الليمون كام الليمون عندنا 11 وكذلك نكهة النعناع هي المفضل الى قلب الزبان فعيد نكهتها يساوي مجموع عدد محبين الفارولة والليمون الليمون والفارولة فعندنا هنا النعناع تساوي الفارولة زائد الليمون فهم قالوا الفارولة 6 زائد الليمون 11 فعندنا 17 فهنا نرسم الى 17 نرسم الى 17 طبعا باقي الرسم تكون هناك هذا تقريبا الرسم لهذا السؤال الان ننتقل للسؤال اللي بعد يريد احمد شراء واحد من المثلجات بنكهة المفضلة لدى الزبان بينما يريد زميله شراء واحد من المثلجات بنكهة الاقل تفضيل لدى الزبان اي نكهة سيشتري احمد طبعا احمد سيشتري ماذا طبعا طبعا يشتري الفراولة والنعنى احمد يريد ماذا شراء بنكهة المفضلة طبعا فاحمد يشرب النعنى وزميله يشرب ماذا الفراولة لانه اقل اقل تفضيلا لدى الطلب فهنا يرسم الطالب هذا سؤال اتمنى انشر هذا الفيديو لطلاب الصب الثالث لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو